المسبح الشعبي أو السامباليش هذا ما يعرف به شاطئ الرملة البيضاء وخصوصا بعد القرار الذي اتخذ في عهد وزير الاقتصاد والتجارة والسياحة السابق براهيم حلاوي قالوا لي أنه هذا فيه اسم كبير من الأرض مملوك من الغير سألنا أنه هالأرض هذي بيسمحوا العمار فيها لا ما بيسمحوا العمار عم يستفيدوا صحابها بالعكس متروكي أقمنا هالمسبح هذا وكان تابع يومه لوزارة السياحة أحد المالكين لهذه العقارات الخاصة الكائنة بين الطريق والشاطئ هو الوزير السابق الياس سابا قبل أن تنتقل إلى الرئيس رفيق الحريري ومنه إلى ويسام عشور في عقارات تحت الطريق بقيت يعني لجهة البحر عقارات خاصة ولكن التنظيم فيها نون اديفكاندي ممنوع البناء فيها وبعت المتر وقتها بربع مئة دولار لذلك الكلام عن الأسعار يعني النجومية لهيك أقار ما بيبررها إلا أنه في مشروع لتعديل قانون اللي بنا بدون عمروا عليها أبراج مش أبنيها دي كيف بدي استملكها بدون ما أدفع تمن باهث عليها عم نحاول نشوف نتبصر طريق لن نسمح بحرمان الفقراء المسبح الشعبي بالرملة البيضاء لم يفكر رئيس بلدية بيروت مرتين قبل أن يعد فقراء لبنان بأنه سيستملك العقارة بالسعر المناسب كي لا يحرمهم مسبح الرملة البيضاء لكنه لو فكر مرتين ليس عليه أن يستملك هذه العقارات ست لا بد أن تدفع إذا بدى البلدية تأمن وصول أهالي بيروت وفقراء لبنان للبحر على الرملة البيضاء بتعمل مداخل من الكورنيش وبتستملك حق مرور من الكورنيش على العقار الخاصة وليك للعقار العام للملك العام بكلفة أقل كتير إذن هناك حلول أوفر بكثير لحظ حقوق الفقراء إلا إذا كانت وجهة الاستثمار في طريقها إلى التعديل ليالبو موسى قناة الجديد